بعدها عزيزي الطالب ننتقل آنياك للقطعة الثانية اللي موجودة بالوحدة الثانية عزيزي الطالب اللي تتحدث لي عن الهواية What's your happy ما هي هوبي ساري What's your hobby ما هي هوايتك وش أريد من عندك عزيزي الطالب أريد من عندك تنتبه لي الكلمة هوبي تختلف عن هابي هابي ذا أن البي بي لازم له فوق طبعا هذه أنا شارحها ومفصلها تلقاها شرح مفصل عليها لكن هذا درسي راح يكون مخصص فقط علما للأسئلة اللي تخص ش تخص الهوبي اللي هي الهواية لذلك راح نروح آنياك على المربع الجميل أكو مجموعة أسئلة أنا شارح بيها عزيزي الطالب ولو تلاحظوا ياي هنا هذا المربع ولاحظوا هوبي هوبيز الهوايات ليش أستاذ جماعتين أنا قل لك لأن أنا شارح ليها بصفحة 25 الصفحة اللي تشينت بيها انطيني أربعة هوايات فبما أنه هوايات متعددة جماعتها هابيز نجي للسؤال الأول ما هي الهواية؟ ما هي الهواية؟ لو تلاحظت تعريف الهواية عزيزي الطالب هابيز سامتينك يو دو هذا تعريف القصير هابيز سامتينك يو دو للاسترخاء والمتعة أكثر من إنه شي تفعله لكسب الأموال فأني سويت جيبت لكي أمختصر على حق فلوسك يلا هسا زينستاذ هذا الفراغ شنو؟ مرة يجي هتشي ومرة جايب لهم فراغ is something you do in your spot time شنوى؟ تقللهم هابي اللي هي الهواية هذا السؤال الأول عزيزي الطالب مهم جدا جدا نروح للسؤال الثاني how do many people find fishing؟ كيف العديد من الناس يجدون استياد السمك؟ ش يجدون شلون؟ لاحظي يا عزيزي الطالب هنا الجواب relaxing استرخاء فقط هذه الكلمة إذا شفت كلمة people وجايها أكثر من مرة أكثر من مرة جايب people find fishing كيف الناس يجدون استياد السمك؟ relaxing استرخاء السؤال الثالث عزيزي الطالب what can a person acquire؟ ماذا يمكن للشخص أن يكتسب؟ by participating بالممارسة بالمشاركة in a particular hobby في هواية معين شنو اللي يحصل؟ مثلا كريستيا رونالدو ميسي مني مارسون هوايتهم لعبة كرة القدم شرح أنت من تروح تتدرب أو أنت من تتعلمين إن شاء الله وظليت مارسية في استمرارية فهنوش رحنا نكتسب لاحظ شغلتين skill اللي هي المهارة يصير عندنا مهارة بعد under knowledge ومعرفة يعني نقوم نعرف فذن الكلمتين وهذا أكثر من مرة متكرر skill اللي هي مهارة under knowledge ومعرفة وش أريد ما عندك هاي knowledge؟ قسم لياها لاحظ no أو البداية no والليج تخليها على صفحة knowledge لو تلاحظ عزيز الطالب السؤال الرابع is blanket waving still popular in many homes؟ هل حياكة البطانيات أو الحياكة لحد الآن معروفة ومشهورة في بلدان متعددة؟ والجواب yes it is نعم إنها كذلك هذا يخليه ببالك عزيز الطالب بما أن الجملة بدأت بفعل مساعد يكون جوابك يام ما يس يام ما نو وحسب المعلومات اللي بالقطعة إيه؟ قل لي أنه الكثير أو لحد الآن بلدان تكون بيها هالحياكة مشهورة نروح للسؤال الخامس ولاحظ أيضا بادية بمن بفعل مساعد اللي هو يا هو الكان يقل لك كان sometimes هل بعض الأحيان أهوبي اللي هي الهواية تتحول إلى وظيفة أي هاي اللي واعي بالعالم كلها وظائفها وهواياتها هي كرة القدم بما أنه أي راح نقل yes it can yes it can زي نستعذو إذا كتبت لبس yes إيه جوابك صح والله انت قال إلي إيه وخلاص فيما نلاعي شتيدك يا بطل تريد تكتب it can it is لكن انتبه نابادي بإز لازم إز نابادي بكان لازم كان فتخليها ببالك نجي للسؤال السادس do we need شوف بعد يفع المساعد شوف هاي مهم هذا السؤال السادس مهم do we need هل نحن نحتاج الكثير من الصبر in blanket waving في حياكة البطانيات هوبي في هواية حياكة البطانيات ولاحظ هل نحتاج إلى صبر في الحياكة إيه والله انت يشوف ايش قد يريد وقت يريد وقت كثير لو تلاحظ عزيز الطالب الجواب yes we do نعم نحن كذلك يعني نحن نحتاج أوكي إيش نحتاج إلى الكثير من الصبر إذا سألك خاف انتبه لي خاف يقول لك why do we need a lot of patience in blanket waving هبي ليش نريد صبر كثير ليش والجواب because it takes a long time to make one blanket بالسبب انه تأخذ وقت طويل لصناعة شنو اشتاء بطانية واحدة أو فتشي محيوك واحد فلو تلاحظ it takes a long time هاي مهمة دير بالك عليها ليش تريد صبر لان تريد وقت long time وقت طويل يا بطل نروح عانيك على السؤال السابع waivers اللي معناها الحيكون اللي يحوكون أوكي use يستخدمون only wool فقط الصوف لا عين لا 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 مو فقط الصوف يستخدمون العديد مثلا felt silk moha هذان يكون هذان يبني بس المواد طبعا silk الحرير felt labbad moha rubber هذان المواد بالإضافة للوول والكطن أوكي بعد اكو bright colors الوان براقة ايضا لازم يذكر هناش قال اللي فقط الصوف وتجواب شنو fools 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 نروح علما نروح للسؤال الثامن ماذا يمكن الهوبيز الهوايات ان تتضمن انا قبل شوية شارع لك كم هوايات بالقطعة عدك اربعة هوايات اللي هي السباحة والحياكة وجور ميكينج اللي هي الصناعة المجوهرات صياغته فاني ببساطة راح نجاوب بس اثنين اللي هي عليها درجتين راح اقول لها اللي هي الصياد السمك والسباحة وتقدر تضيف تقدر تقول تقدر تضيف تقدر تقول كيفك يعني هوايات كثيرة جدا جدا لكن انا اختصرتها بهذا شيء عزيزي الطالب هذا بالنسبة للقطعة الثانية من الوحدة الثانية